تيكينا عمرها لا يتجاوز الأسابيع السبعة وهي الوافد الجديد على حديقة تشستر للحيوان التي تضم عشرة من حيوانات الخرتيت الأسود ميلاد تيكينا كان حدثا خاصا بسبب وجود الخرتيت الأسود على لائحة الحيوانات المهددة بالانقراض وكذلك لأنها المولود الأول لحيوانات الخرتيت في الحديقة بعد عشر سنوات عجاف تعداد الخرتيت في العالم الآن لا يتجاوز الخمسة آلاف والرغبة في الحفاظ عليه دفعت لإجراء أبحاث خاصة على سلوكه التوالدي وطبيعته الهرمونية هذا الصندوق يحتوي على عينات من روث الخرتيت يعتمد الباحثون على تحليل الروث في الوصول إلى المواقع التي تكون فيها الإناث أكثر قابلية للتخصيب حين بدأنا دراسة الهرمونات بهدف فهم تكاثر الحيوانات في الحديقة لاحظنا فروقا فردية بين الحيوانات من حيث التوالد واستعنا الدراسة لتشمل حدائق الحيوانات الأوروبية كلها من أجل التوصل لأسلوب يزيد من معدلات التوالد يأمل الباحثون في تشستر في التوصل إلى معدلات تكاثر عالية تسمح بإعادة أعداد من حيوانات الخرتيت إلى بيئتها الطبيعية في القارة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر